هارب هارب ازاي؟ طيب انا جايلك تلوقتي حالب يلا محسناه هارب يا ابن المحظوظة يا ابراهيم انت مبسوط يا معلم لا لا مبسوط ولا زعلان انا مليش فيه اصلا ازاي يا معلم افهم ازلطة ابراهيم شال الشيلة وخلاص يتسجن يهرب الحكومة تدور عليه ملناش فيه احنا برا الليلة بس هي حكاية الجدع اللي هارب دي ده قلتلكم قلتلكم الدخلية مش هتسيبه وما تصدقتنيش طبعا ما اقول ليه دهر وما متنبش على بطنه دهر ايه دهر ايه ده صغابت هجبكو كده تقدروا تقولولي حنانسرف زي دلوقتي انت شاي الهم ليه يا حاج القضيق ولبس نهاله خلاص الدخلية بقى تهربوا وتسجنوا هم احرار مصبوط كلامك هميتر صح جد هو ايه اللي مصبوط يا حمادي اللي مصبوط نفس افهم انا طب حد دي فيكو ضامن الودة بعد ما هرب هيعمل ايه هيعمل ايه هيعمل ايه يا اما هيضور على حتة هيتتوا فيها يا اما هيسيب البلد ويمشي وبعدين يا حاج مالك مصد طمن مالك موسوس ليه انا انا دي مش متطمن حاسين دي حكاية دي مش هتنجر على خير شوفت اللي حصل بهوت؟ وعد تكون فاكر باللي انت عملته ده انك ساعدته وسليم الأنصار انا اجيبه حتى لو كان فبط ممه وهحكمه الضهمة الهرب عشان قيمة انتهاماته تزيد الضهمة كمان يا صراحة بيحررك مش بزدق اني دي انا والله العظيم مساعدته وهيرب لوحده كده؟ يا فندم الموضوع كله حصل فجأة احنا بنلعب بقى مش بنشتغل صح؟ العلمك بقى لو ثبت انك حتى مش متواطر معه احاكمك بتهم اتضاع سلاحك الميري طبعا كدك اللي هو اخدها منك يا فندم الموضوع كله حصل فدقيق وانا كنت بحاول امنع بقيت المساجين انهم يهربوا عشان كده سبتوا يهربوا تفضل يا فندم تم تحول للتحقيق وموقف عن العمل توريني بقى مساعدتك اللي دي هدفتك بيه لما تلاقي نفسك بتاهوة في زنزانة واحدة ويزك فندم تبوا الدين على فين يا عام دين على فين حمشي مش قلزة اسمع نفس اسمع نفس ايه؟ اظهروا لا تربوا يا عالي سوت هتا بسامع استرينة شو اوشكت هشيه اوشيه اوشكت شو اوشكت يرى تهمية الميقبة تبوني ترزع وكبال يا نوعود انت يا عم ما انت سمعت سرينة يا ابن ترزع بقى قعد الصوت بيه بعد يشبارة بانا خلاص ميشيوا 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 طب افرجهم يدوروا علينا ولا حد من اهل البيتين جاي ظهور ولا حد التربي جاي شقر علينا مليش دعوا اقولوا من انت اللي مهربني يا ابن ما حدش بيجي هنا يا ابن انت مش هافل ما بصدر ازاي اخلص ما اش عارف افكر اوزكت اتفكر هتفكر فيه يا اخوه يوم المجربين بيفكروا فيه لا 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 ما تقتلنيش لا لا اوزكت افكر براحتك افكر براحتك افكر ما تقتلنيش فلوس ايه اللي انت بتكلم عليها دي مش تستنى الاول لما انتو في المصيبة اللي احنا فيها دي مصيبة اعمل حاج كفالنا الشر وبعدين انا مالي الزابط هرب ولا غارب ستين داهي انا عملت اللي علايا ولا انت انا عايز تكون عليها عرق ابو تامر عرق ايه اللي حاجل عليك يا ابن الكلبي يا جازم انت خلاص يا حاج لطفي ما يصحش كده ود يا ابن انت ايه الكلمة انت يا بدوله ده مستفكر في الكلام قبل ما تقوله ايه بكده حمام بي ما ساعدتك اخرص خالص احنا كلنا في مركب واحدة وبعدين الحاج لطفي يعني في النهاية برضو بيعتبرك زي ابنه وديك شايف الظروف اتغيرت لو الداخلية ناوية تحمي الراجل بتاعها يبقى كلنا لسه في خطر الله وانا مال يا جماعة يا جماعة كلامكم كله زي الفل وعلى دماغي من فوق ممكن نهدى شوية عشان خطر نعرف نفكر نفكر فيه وانا عكس يا عقل عشان نفكر يا حج يا حج لو الداخلية شايفة ان القضية ديت فيها خرم ابرة كانوا هربوه ولا كانوا خرجوه من المحكمة مادام هربوه يبقى عارفين ان القضية لا بساء لا بساء يعني مفيش داعي بالقلق الله يفتح عليك يا ماتر والنعمة تدماغي جيت استيقتولها ألماس شفت بقى عم الحج ان الشغلانة خلصانة وخلصانة بالشياكة كمان يعني مفروض تديني عرق انا والرجالة بقى لا اهدى على نفسك شوية عمك الحج عنده برضو حق لازم الليلة دي تعدي ونشوفها ترسي علي وانا نسع استنى يا ماتر ما قلت لكش تستنى انا عارف ان انت وراك مصريف والرجالة بقولك يا عم الحج طلع له قرشين لغاية من الليلة دي تعدي على خير انا عفونا قوتا الا بالله بقى كده يا سليم يا ابني بدل ما تطلع نفسك من المصيبة اللي انت فيها توقع نفسك في المصيبة أكبر وهو كان هيعمل اي يعني يا مام انت مش شايفة الدنيا كل هواقفه قدامه السليم خسر اي حد ممكن يقف جمده مفيش حق يا بنت يبيجي بالباطل خلاص خسر اي حد ممكن يقف جمده هو ما عملتش كده غلا ما اتأكد ان مفيش حده غلاص سيساعده فقرر انه هو كان لازم يساعد نفسه بنفسه ده اكيد يوسف جيد طمن علينا لما اعرف اللي حصل مسعي الفير مسعي نور وصلاح الطوخي مسحط سيت ميلا و بعدين يا سميح انت تفضلك كده اختي مش احسن من حابستو لا مش أحسن مش أحسن في الحبس عارفين له طريق عارفين هو فين؟ في فرشة مينة معلينة في لومة بيأكلها بالوقت إحنا اللي عارفين له طريق ولا بيعمل إيه ولا هو ما فين تميت أنا طبعاً مقدر إنكم أهل وخايفين عليه بس عايزة لفت نظر كل حاجة لو ساعدتوه على إنه يغرب بحطي ببطروه مش بتفيدوه إيهو صلاح بي بس أنا أخويا بريء ومعملش حاجة هو البريء برضو يا رب إنتو اللي اضطرتوه يعمل كده إحنا اللي اضطرناه يعني إحنا اللي قبناه لو يضرب الوراة الحد ما يموت في إيده إحنا اللي قبناه لوح يبتز الناس وحاول يأخدنهم رشح والكلام ده كدبه ما حصلش منه حاليا هو ما قدرش يأثبت الواجه ولو بريء بجد كان وقف الواجه وأثبت طلقته لما هو تصرف تصرف ملوش أي علاقة الرجولة وتصرف زي أي مجرم وهرب ابني راجل يا صلاح بيه وحيفضل طول عمره راجل وقدر من يزرح في حاجة تانية ولا ولا ممكن تسيبنا بقى في حالنا أنا متأسف جدا بس ليه رجاء أخير يعني لو حاول يتصل بيه يريد تبلغوه إن اللي بيعمله ده مش هيفيده وحيضره أكثر أنا آسفة على الإزهاك عن إذنكم أنا عرف طريق بك كويس أنا مش فاهم بقى اللي فترة ده الله مغالب يا بنتي الله مغالب يا بخبت عيني يا ابنة هطلطة على دراعة مش هينفع دي مش هتنفع أصبر لبلليل نشوف حاله تغير في ستين دقية أصبر أصبر لبلليل إيه وإنت عايز نفضل متكلبش مع واحد مجرم هربام من العدلة لحد بالليل إخرس بقى إخرس يا ساترة يا ابن ملك في إيه؟ يا ساترة محصور من صباحية ربنا ومش عارف أفك ومش عارف أفك عايز عامل زي الناس فيها حاجة دي كمان ولا إيه؟ يا مومة رمي هناك يلا أخلص يلا أخلص تب تعالى معايا أجي معاك في نيادنا ما تخلص طب أين أنا هروح لوحدة هناك إزاي ده أنا لو قعدت ثانية بعد كده أقلع البنطلون وانشوره هنا طب يلا هتقيدك شوية عشان أقفك الحزان بس همح آه هنا هاااااااااااااااااااااا بط يلا يا عامي أنت فيه إيه جمل؟ يا عامي بقولك محصول من الصبح من صباحية ربنا يلا دورك يلا بلا مش عايز تتنايل أنت كمان تنايل ماشي آااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا انا best17! أبص هناك أبص هناك ليه؟ هتتكسف مني؟ لأ لسه مش عارف انت ممسوك فيه ممسوك ظلم؟ اتدور والباقي عليك انت تلقوهم مسكوك عشان حرامي انا مش عارف الحرمية شاكلوه منضف كده ليه؟ همان لما الحرمية بقى شاكلوهم كده ولاد الناس عيبقى شاكلوهم ايه؟ اتريمي بابا مش عزز مع صوتك اتريمي اه الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب اللهم الاعترد علي يعني مقلق لقى اللي جابني انا مش عايز اقرب بس بتصدق والله مش عارف لو حد يفرح على الفكة دي وشامة الهواء ولا يزعل ولا يعمل ايه؟ ساو كده كده رايح في الزتين ده يا يلا هيسخطوك يا قرد هيعملوك ايه؟ وانت بقى ممسوك فيه ان شاء الله انت بقى لقى لك انت اخص خلاص اهو مفيش حاد هو كده الانسان بعد ما يفك زن اتهم انها بقعد لنا بقى عم رومي وبطل هاري عادت قلنا هنقلب الدنيا وهنعمل ونسوي هدوم في الاخر هربوه احنا كلنا واقفين نتفرق ابقى رأيك عايز شفت الجبروب بتاعهم ولا هميمهم ناس ملمومة ولا دنيا مقلوبة ولا اي حاجة وبرضه عملوه في دماغهم ولا كأن حد ملعنيهم خلصت وصلت اللاطنا بتاعاتكو ها كنت فاكين ايه لا يحصل بقى يعني بعمل اول مطشة كده هننخ ونسلم هم كيف بيجربونا وهم يشوفونا احنا بنعمل ايه؟ احنا لسه هنعمل يا عم رومي ياب نهدى ارحم نفسك وارحمنا البلد دي مفيش منها رجا لازم تعرف كده كويس احسن حاجة لواحد يعملها استنى لما يتخرج وشوف اي بالو هيهج فيها ويبقى كده هم عملو اللي هم عاوزينه مش كده؟ اللي عادي في البلد راضين وسكتين بحلهم واللي عادي يفتح بوقه زينا يسيب البلد ويمشي يا اخي حرام عليك بقى انت لسه بالكاميرا ياب نفهم هم دوقتي بيجربونا بشوفو هنعمل ايه يعني؟ لو سكتنا وحطنا جاسب بوقينا زي كل الناس هيكملوا طريقهم لما لو وقفنا لهم بقى؟ بقولك يا عم رومي وحيات ابوك انا الكلام ده بشاكل معايا خلاص لازم تعرف ان اللي انت بتعمله ده مفيش منه فايدة يمكن ساعتها تعرف ترتاح يا جماعة وازيادنا مش كان صاحبي زي ما كان صاحبكم اه رامي كان صاحبنا بس مش معنى كده ان احنا محصلوا محصلوا هي زياد حصل فيه كده انه كان لوحده ده ما احنا لو كتير يووو كتير مين يا ابن انت انت متعلمش انت بتتكلم ازاي؟ ساعة الجد محدش بقى جنب حد على فكرة كله بيقول يلا نفسي لا طبعا وانتوا شايفين الشباب عن اللجاء على سوشال ميديا مساحب من المجرم ده ما يريب تاني السوشال ميديا مدفوقة رامي الشباب اللي انت بتقول عليهم دول زياد بالنسبة لهم مصلحة هعملوا بيه شوية شغل وبعد كاف الاخر ينسوه لا مش كلهم فيهم ناس كويسة انا متأكد تاكن من ايه بقى بامارتي؟ فيه حاجة كده بس مشوار لكم عليها دلوقتي يعني عندي مشوار بيليل هخلصوا لما ارجع فهمكم كل حاجة بإذن الله ساعتنا ان شاء الله هنجيب حق ازياد وكل اللي زيه بتخليكم معي الشباب بقى حاضر ايوا فندم بإذن الله ان شاء الله مع السلامة بي مع السلامة فندم سيادة الوزير كان لسا معاي عالتليفون بيسألني ايه الاخبار منفعل جدا وبعدين الناس فاكرين ان احنا اللي هربناها الوزارة كلها محطوطة في موقف حريق يا صلاة نعمل ايه؟ ان شاء الله فندم هنجيبه في اسرع وقت اسرع وقت دا امت اصلاة؟ دا لسا كمان لما العال بتاعتوك شو يفتحوا الهوى وياخدوا تليفونات وشوف بقى اللي حيعملوه فينا ما شاء الله حيلمو علينا الدنيا اكتر ما هي مقلوبة نعمل ايه؟ ما تقلقش يا فندم احنا بندرس كل الاماكن اللي ممكن يروح لها وان شاء الله في خلال 24 ساعة انا هكون جايب هرب 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 انا موجود هنا ما هي بنات؟ يا جد عم يهرب ولا يقول في ستين دهي يعني فيك انت دلوقتي ما هي يا اخوة يا بنا مرمي هنا ويعلم ان هي بقى تعمل معي بكرة ما تبقاش حمار يا رياض طب لعلمك بقى غروب الزابط ده مصلحة ليك انت مصلحة مصلحة ازاي يا اهي اقولك يا بقف دلوقتي ان هي بقى تسأل مين في المحضر بتاع جر الزابط وشكرا وانا ان كان عليها نعرف اقول ايه ايه اللي حصل يا زناتي والله يا باش انا فاجل ايه السليم بالانصاري بيهر ورا حمدا تايسون وراجع بيم الكاتف يا بدع انت جايد فور لي دمي ولا ايه اسمع بس طب والحاجة اللي كانت معاها زناتي الفارد والمخدرات والله يا باش انا ما شفتش حاجة قال لي السليم بالانصاري ده كان عنا بحمدا تايسون والحاجة دي في ايده ايوا بس الحدة كلها شافت اللي حصل هما شافوا قدر اللي انا شفت يا بقف وكمان في حاجة انت نسيئة انت شاهد ضده فضية يعني خصم ايوا بس هو شاهد ضدي فضياتي بيش شاهد زي ما شاهد هو شاهده ملاش اي لازمة ما حدش امن على كلامه لكن انت كلامك كذا حد امن عليه يعني مش بعيد المرة الجافة انه بتاخد افراد بس لعلمك انا مش اسيبك غلما ااخد عارة ايه يا بلا حبيبي افتح بق افتح بق اتا اتا ما حدش فيك ويتحرق اتا اتا والله ما عرفي بيش اتا شاهدني الشاق اللي اعرفي اتا 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 ات هربه ولا محربش انت ملكش في الحوار من اصله الحوار دو يخص عم لطفي يا بنفح الزبط صحيح عدو عمك لطفي لكن هو عارف كويس اوي ان انا وقفت جنبه وش ههد تضده كمان يعني حتى لو هو مش شايفني ان انا عدوه اكيد 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 في دماغه مليون الف حاجة ودي تخليني ان انا اقلق الجدع كده كده هربان يعني مفيش حاجة بيده عمدف يا بنفح ما تتزاش ان انا راجل سياسة يعني طول النهار انا موجود في المجلس يعني اهم حاجة عندي سرتي وتاريخي انا مش عارف وقفتنا مع لطفي ده هتودينا لحد فين ربنا يا اسطر سدى بالله انت تعيش حمار وتموت حمار تعيش حمار احسن معيش مسجون يا زناتي ومين جاب سرتي السجن يا تغفن انت فكرك سليم هيسبنا في حالنا وهو عارف ان احنا اللبسناه المصيبة دي اه وانت هيهمك ايه انت لا شهدت عليه ولا ظهرت في فيلم ده من اساسه يعني بالنسبالك خلصانة بحصانة وانت فاكر بقى ان سليم الانصاري لسه زابط زي الاول وليه شننا ورنة سليم الانصاري بقى حتة مجرم هربان لا بقيهش ولا بينش والوزارة كلها مقلوبة عليه يعني كل اللي يهمه دلوقتي انه يفضل هرباء انا مش مرتاح لللي حصل ده يا زناتي يا ابني بطل خفه ما تبقاش خفيف همه سليم الانصاري دلوقتي قدامه حل من اتنين ما لهمش تالت يا يسلم نفسه وساعاتها لا دق تلبسه أكثر ما يلابساه يما يدور على حتة الدارة فيها أبعد حتة يستخبه فيها وساعاتها لا يقدر يهرب مننا ولا حنشوف وشه يسكب بقى وخليني بقى حكي لك عملت ايه ما علوت في موضوع الفلوس ولا انت خفك من الساكل الفلوس يا تغف ما تبدل متنح لغاية يوم القيامة كده ما تفوق لي يا جادع احنا مش عايزين نتصرع ونتايم الداخلية بالتواطق في تهريب الزابط سليم الأنصاري بس حتى لو ما فيش تواطق فهو فيه تخزو الواضح جدا لازم محاسبة المسؤولين عنه ودلو الداخلية عايزة تسبسينا حسن نيتها زي موعدتنا عمتاً حنتكلم أكتر بس بعد الفاسط ما عليش يا رامي حقك علي عشان دوختك عقوبة لما نتقابل بس الأكاونتس كلها مترقبة حتى تليفونات كمان مش مهم يا جميلة مهم إنا حنا تقابلنا عين قولي بقى يا سيدي ايه الموضوع الضروري اللي مخليك عايز تشوفني في السرعة دي بس يا جميلة انا مش هزوق الكلام يعني وحسستك ان انا عايز اقول حاجة معينة بس من الاخر كلا كل الشاب اللي معايا خلعوا محدش ولا ما هيكمل في القصة دي وبالذات بعد اللي حصل النهاردة لي يا رامي هوا انتوا فاكرين يعني الداخلية هتسلم الراجل بتاعها بالسهولة دي؟ انا فاهم ده ثم مش فاهمين الكلام ده وحاولت فاهمهم طبعا وهم خايفين بس يا جميلة بصراحة كده يعني هم شايفين يعني ان زياد ده لو كان حد من الموتكم يعني مشهور والناس عارفايا وكده كانت بجد مصر اتقلبت عشانه انما زيادة الله ارحمه كان غالبان من الاخر يعني حددته دي هتخلهاي وبين كده وتتنسي بس هو انا حقيقي ما كنتش قابلت زياد قبل كده الله يرحمه بس صدقني انا حاسة زي ما يكون جد زي اخويا وطاره هو طاري جميلة انا مش بتكلم عنك انا عارف كويس جدا انك بتصرافي من قلبك يعني ما انا متابعك على تويتر من زمان وعارف كويس قوي انت بتعملي ايه لأي حد حتى لو ما اتعرفهوش بس المرة دي موضوع كبير وعشان كده ربنا هيقدرني عشان اجيب حق زياد بس انا محتاجة مساعدتك مش بس انت عارفة كل التفاصيل يعني وانا كل اللي عندي قطولي لا مش كفاية انا عايزة اي حد بيعرف اي حاجة عن زياد او عن زابط اللي عزبه يطلع ويتكلم عايزة شهود اكتر بص يا رامي الدنيا كلها لازم تعرف ان سليم الانصاري ده سفاح ولازم ياخد جزائه عمي الحبه لا حول ولا قاتل الا بالله ان الله وان اله رجعون لا اله الا انت سبحانك اني كنتم من الظلمين واخرتها اخينا انت انا خلاص هموت من العطش والجوع او انت مجعتش انت كمان ولا ايه ما انتش بنادم زينا طب اسمك ايه بقلاش اسمك يا عام ايه اللي جابك هنا طب انت تهمتك ايه ولا ايه يودوك النيابة ليه يعني ان شكلك يعني مش 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 شكل مجرمين يعني ولا حرامية ايه شكلك نصاب ايه ايه تلاقيك نصاب من اللي بيتحكوا على الستات الكبيرة والبنات وايخدوا منهم فلوسه هو جاعة ده عمي ليه ده ملوك ليه ولا تلايك من بتاع السياسة واللاب توب والفيسبوك والحاجات دي اللي هتوديك في ستين ده ما هيو أيوه ما هي الحاجات ده أصلها كلها مصايب ولا تطلع إرهابي بقى تبقى وقع عسودة ونبقى وقمنا منحوف روقانها في ضح ديره انا اخوك في الله إبراهيم السني اوه عاية حرك يا بيت ما تتكلميه يا بيت والله يا بيت والله والله يا انت يا عجوة تسرق مني ايه مش عجبك اسم إبراهيم شو تسامع تسامع ايه وفي حد هنا غيرنا تلاقي كلاب ولا أوطط ولا عاجب في حد بيسرق ايو عمي تب ما يسرق واحنا ملنا عمي دي واحدة بتسرق تعال تشوفيه هنشوفي احنا عملنا ايه مكنا واحدة جزة بيضربها اولا حاجة يا عمee انتا استن العومة هوا عمّة عمّة انزبت يلا تعالي يا بيت ايني تعال زي ما تمشي تعالي يا بيت زي ما تمشي تعالي يا بيت تعال ما تسمني شى اتخافيش يا ماما اتخافيش يا بنتي انت يا بنتي ايه اللي يجيبك معه من ايه اللي يجيبك هنا والله يا اما ما كنت اعرف انهم عاوزين حاجة ازاي كده دول قالولي هيدوني بضعه وهنقسم المكسب بالنص انت يا موك فين يا بنتي والقالك فين ساكنة فين يا باش انا مانيش اهله ولا لقيها ساكنة والله الا قاتل الا بالله يا رب مرينة ايه اللي عفلسوني يجيب الدالة يلا رعب انت يا مستشفى اطمين على نفسك يلا يلا يجري الدول يا بنتي جاري وما تجيش هنا تاني ايه اللي عمل الجرح اللي في ايدك او احنا لازم نروح مستشفى مستشفى تيه بس انت ناسين احنا هربرين طف تسوقوا 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 ايه بحر يا بركب بقولك تروح الى فين يلا اروح الى فين بس تعالها بايدك معايا عشان اعرف ادور يلا بسم الله احنا اركب 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 نفس ايدك ايدك انسك نفسك اوه انسك نفسك ايدك تعبان ايه 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 انا مستشفى تسكة اكون عندك لا لا بتي متأكد ان هما دول يا فاتن ايه يا سعد تتبيه هو انا قدر انساهم ربنا يسترطرقهم زي ما سطروني ويقف جلبهم زي ما وقفوا لي يا رب يا رب بلو يا فاتن هما بعد ما وصلوك راحوا فين ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ اشتركوا في القناة